مهم جداً مجال التصرار الواحد يكون عنده سيستم مش بس هو قادر يتحكم فيه بشكل عام لكن قادر انه الناس مع الله اذا كان فيه اي مشاكل تحصل قادر يصلح الخطأ بشكل سريع متى توجهتوا للتوسع؟ في بعض البلدان اللي حسينوا لأ والله يلازم نرجع نطلع منها اللي ما لها افايدة وما كان فيها اي مردود نهتف لأ الدول العربية اساساً فردن والسعودية والامارات كان دول اساسية بالنسبة لإلاك انت بتحس الأفضل نبدأ صغير وبعدين نتوسع ولا مرة واحدة اذا انا ما امن من الفكرة وشايف عندي اثبات معين لإله اتوسع مرة واحدة الوقت صحيح لتوسع لما الواحد يكون طبعا يعني يشاف وفيه فرصة ماركت معين وعامل دراسة معينة يروح تساعده انه يقدر ياخد الاستثمار يحطه في التوسع والموضوع مش قبلهاش بصير ويقدر يستفيد منه موظفينكم فعلا عندهم ملكية بالشركة هذا مش تهيئات عندي هذا اشي واقع مثبت متى بدأتوا بهذه التجربة وشو رأيك فيها وشو اثرها على الشركة الدافع الحقيقي هو دافع لحب النجاح اعتقد ان احنا محظوظين جدا بأن الناس اللي معانا هم الناس مهتمين في انه يكونوا بهذا المكان ويكونوا عم بيبيعوا بشغف هذا المنتج ويكونوا عم بيقدروا ان يخدموا الناس بالمشاكل اللي هم عم بواجهوها في البيتو بي هل انتو بتستخدموا اشياء تعانية هل بتعملوا علانات مولئة على لينكدون هل فيه اساليب اخرى واحد لازم يتفرج على نفسه ويشوف الاشي المليان اللي بيعد ينركز عليه في مسيرته ضيفنا لليوم شركته بتتحدى جوجل ومايكروسوفت بالذكاء الاصطناعي باللغة العربية في بداية مشواره اسس شركة بتبيع خدماتها لجوجل وبعديها اطلق شركة كاش باشا اللي نطط طلباتها 8000 طلب شهريا ومن كتر نجاحها وصلته لاجتماع مع مؤسس امازون جفن بيسوس ومن هناك نطلق لتأسيس شركة مقسم ضيفنا لليوم فؤاد جريس مشهد الثالث التوسع الى الاسواق العربية والعالمية مع انه عنوان المشهد التوسع بس يعني قبل ما ندخل في التوسع نحكي شوي عن اهمية انه يكون فيه بنية تحتية صحيحة على التوسع متى برأيك اصلا الوقت الصحيح للتوسع الوقت الصحيح للتوسع لما الواحد يكون طبعا يعني شاف انه فيه فرصة بماركت معين وعمل دراسة معينة رح تساعده انه يقدر ياخذ الاستثمار اللي يحطه في التوسع الموضوع مش بلاش بسير ويقدر يستفيد منه هذا باعتمد على المنتج والاشي اللي هو عم بيسويه بس دفرت لي زي ما حكينا في البداية انه يكون بعد ما وصل لمرحلة الطابق ما بين المنتج والسوق اللي هو داخل عليه الـ Product Market Fit يعني يكون صار عنده شوية customers يكون عنده شوية فرصة شافة قوية باستخدام قوي بالماركت اللي هو فيه او الماركت الاساسي اللي هو طرق له وبعدين يشوف انه طيب الماركت اللي وراها وين رح ياخدوه على حسب حجمهم على حسب الانيد الموجود على حسب التنافس اللي موجود يكون فيه شركات يعني أورادي عم بنافسوا بهذا الماركت وبناء عليه الواحد بيقيم انه اللي هي التكلفة رح تأدي للمردود اللي رح حولها مش دائما التوسع بيكون ناجح لكن واحنا بتذكر في قصتنا يعني بكاش باشا حتى يعني انما توسعنا في بعض البلدان اللي حسنين انه والله لازم نرجع نطلع منها لان ما لها اي فائدة وما كان فيها اي مردود لكن التوسع مهم الواحد ان يكون فيه له اكتر من دولة هو موجود فيها مش عشان البراندينج والتسويق اكتر هو موضوع الاحتمال انه يعني اي سوق انه يختلف عليه ويسكر دام وجه يكون عنده ابواب تانية مفتوحة يقدر روح عليها فهي واحدة من الطرق اللي واحد بيحمي حاله فيها في سنة الشركات بشكله آخر يعني منقلل الخطورة خلينا نحكي لانه توسعنا هلأ فيه مدرستين خلينا والناس بتقول بلش بمدينتك ببلدك اثبت المنتج شوف التطابق بعدين انتقل للتوسع وناس بتحب تبدع على كبير اذا عنده الامكانية طبعا انت بتحس الافضل نبدأ صغير وبعدين نتوسع ولا مرة واحدة اذا انا مآمن بالفكرة وشايف عندي اثبات معين لالها اتوسع مرة واحدة بيعتمد على المنتج اذا اليوم انا عم ببيع صوفتوير على سبيل المثال والصوفتوير ما له اي تكلفة انه يروح لكل عالم وهو فعلا اشي ممكن واحد بالصين واحد بالهند واحد بامريكا يستخدموه بصف فعلا بدا فكر بيه طيب لو انا عندي دولار للتسويق وين بدأ اصرف هذا الدولار هل بصرفه بالماركت اللي انا فيه ولا بصرفه في الماركت تاني فتيجي عدة تجارب اظنني في الصوفتوير اسهل كتير مما يكون منتج فعلا فيزيك اللي لازم ابعته لبلد تاني زي بحالة المبيعات الالكترونية وتجارة الالكترونية لكن انا اكيد بحب ان الواحد يبلش صغير يبلش بمنطقة هو عارف انه في عنده تنافس عالي فيه ويقدر يعطي اشي مميز بهالي الماركت وما يترك هذا المكان الا ما هو يحس حاله انه وصل لقريب الكمال من انه وصل لتقريبا 80% على قليلة من الماركت اللي موجود او حسب المنتج طبعا يعني يكون اقل من هيك مثل انه نسبة عالية من الاستخدام والكلايتس اللي موجودة وبعدين يتطرق لمكان تاني لانه اذا تسارع الشخص بالماركت اللي هو فيه اللي هو بيحس انه عنده ادفانتج فيه وترك هذا الماركت وراح محل تاني كرمان انه يقدر يكبر لا راح يقدر يكبر بالطريق الصحيح هناك وما يكون مؤمن حاله بمكان بالبلد الاساسي وممكن اذا دخل كان فيه منافسة ممكن المنافسة لا تكون قوية كبيرة وما يوصل للماركت الكامل افضل كتير الواحد يكون مثبت حاله بماركت واحد وهيك مستولي عليه مما يكون انه هو ماخد ماركت هون وانتو بمقسم بمرحلة بناء الشركة متى توجهتوا للتوسع احنا هلو بمقسم يعني الواحد لما بده يتوسع صوفتوير طبعا هو والواحد يسجل اونلاين احنا يعني منهتف للدول العربية اساسا فما رحنا لامريكا مع انه عنا موجودين في الهند وفي البين ما اتطرقنا هدول البلدان بس هم عرفوا عنا وكان احنا قادرين نمفر الاتصالات اساسا بالبلدان هم فيها فهو فعليا مزيج بين الاتصالات اللي مقدر نوفرها ببلد معين والخدمة اللي مقدر نوفرها من ناحية خدمة العملاء ببلد تاني المبيعات بيصير اونلاين معظمه فما فيه اي مشكلة فيه لكن اذا انا ما بدر اوفر لك رقم في الدولة انت بدك ياها هذه عائق لا قدر اني اخدمك فاذا ما بدر اوفر رقم بالصين doesn't make sense اني اروح على الصين اذا ما بدر اوفر خدمة عملاء اللغة الصينية ليش اروح على الصين كمان فبالنسبة لاننا كان الدول العربية اساسا اللي بقدر اوفر فيها اتصالات هي الدول اللي طرقنا عليها والدول اللي فعلا ما فيها منافس زي زينا يعني عم بيخدم بالطريقة اللي احنا بيخدم فيها هلا انتوا طب بأي مرحلة بدت عملية التوسع ولا من البداية بلشتوا تستهدفوا مش من بداية البداية احنا بلشنا بالشركات اللي بنعرفها اردن والسعودية والامارات كان دول اساسية بالنسبة لاننا كنا موجودين في الاردن ببداية الشركة الان المقر الرئيسي تبعنا في السعودية وكانوا معظم من الشركات اللي موجودين اقليميا بدهم يخدموا السعودية يا من داخل السعودية او من خارجها والامارات كمان كان سوق تالت مهم بالنسبة لاننا فاول ما امننا الاتصالات بهذه البلدان قدرنا انه نطلع ونروج لخدماتنا هناك ونخبر فيها فلما ادخل على اي عميل كشركة بدونهم مستهدفين على الاغلبة رح يكون فيه الواركتس الخارجية اللي فيها نسبة مبيعات اقوية شرائية عالية لمنتجاتهم بدهم يكون على امتصالات محلية اللي يقدروا هم يوفروا هاي اللوكاليزيشن اللي هم بحتاجوها بشكل عامل يعني خلينا نقل المتفرج تجربة التوسع تبعتكم انتو بلشتوا بالاردن كبرتوا بالاردن النقلة للتوسع انه صار المقر الرئيسي عندكم في الرياض اكيد في بناتها خطوات اكيد انتو مش مرة واحدة اردن بعدين مقر رئيسي في خطوات هل بديتوا بانه بلشتوا تبيعوا عملاء في السوق السعودي هل حكينا اكتر عن تجربة البيع كيف صارت كيف كنتوا تشتغلوا عليها تمام لما بلشنا بالبداية بال2019 يعني ركزنا على الشركات الموجودة في الاردن والاتصالات اللي كانت نروفرها هي اتصالات اردنية محلية اجت الكورونا بال2020 كمان تأفرت الدنيا فكانت فرصة كبيرة لاننا والحمد لله اللي احنا كنا جاهزين لأورادي احنا عنا من مزودين خدمة وشركاء لاننا اتصالات محلية في السعودية والامارات كان بهذاك الوقت فدرنا انه نبيع على ظهرهم من دوما يكون في احنا عنا الاتصالات على البنية التحتية تاعتنا وشاركا الارقام هاي بشكل سليم فلما اجد الكورونا يعني والناس بطلة تقدر توصل للمكاتب تاعتهم ويمة وجودة الكول سنتر تبعهم او الاجهزة اللي مستخدموها اضطروا انه ياخدوا اشي بديل زي مقسم وببيعاتنا طلعت كتير بهذه الفترة فبلشنا عن بعد نحاول نشوف كيف نقدر احنا نأمن اتصالات في بلدان تانية لانه احنا مش قادرين نروح نعمل التجهيز للبنية التحتية اللي احنا محتاجها ليكون عناه داتا سنتر محلي في هدول البلدان يعني نمثق كل التكريف والاجهزة اللي بدنا اياها في هدوك في هداك الاوان فبلشنا نعمل تعاقدات مع بعض الشركات التانية لنأمن حالنا اول مصار عندنا شوية زباين بهدول البلدان قادرنا نحولهم على الستب تبعنا ونطلع بهذاك البلد فمرات انت اذا دخلت على دولة بدك يكون معاك شريك في البداية يكون معاك شريك احنا من الطلبات ويكون معاك شريك فيه من ناحية تسجيل الشركة من ناحية سهول الدخول للسوق هذا الشريك اذا تعاونت معاه ممكن انه هو يفتح لك المجال باستفيد بهذه المرحلة وتكون متفاهمين انه بمرحلة من المراحل احنا رح نرجع نغير البنية التحتية والاتفاق اللي احنا كنا عليه ونستحوذ عليه بشكل عام اللي يكون من التحكم تبعنا ومن ملكنا مهم جدا بمجال الاتصالات ان الواحد يكون عنده سيستم مش بس هو قادر يتحكم فيه بشكل عام لكن قادر انه الناس مع الله اذا كان فيه اي مشاكل بتحصل قادر يصلح الخطأ بشكل سريع فزي ما قلنا اذا قطعت الاتصالات قطعت الاكسجين عن الناس وعن الشركة وبتصير مشاكل كتير بيبين عندك يمكن يعني الاتصالات مش مجال لكتير الناس بتحس انه لامع مثلا زي الاي اي وما لذلك لكن بتعرف اهميته لما تشيده من منظومة بشكل عام ومن السيستم الكامل فهلأ نرجع للتوسع وطريقة التوسع انت لانه المبيعات والبزنس ديفلوبمنت يعني اختصاصك هل يعني الطريقة انا اكتر لانه كتير ناس بتخوف انا مثلا انت توسع لسوق العماني تلفونات ارن عليهم اوتباون سيلز انباون سيلز هاي اكتر تفاصيل يعني عملية خليني نقول لشركة اليوم صغيرة في سوق معين وحابة تنتشر ايش هي الاستراتيجية اللي تبعتوها استراتيجية الواحد اللي بدخل فيها على اي سوق هي من عدة اشكال خاصة اذا كنت شركة في مجال الساس او الساس سوفتوير 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 بشكل عام هلأ الطريقة الاقولة اللي لازم يكون فيها عندك انت فريق مبيعات داخل الشركة اوكي في كتير شركات بتشوفها بتروح بتتأمن المبيعات لشركة تانية خارجية هم بتعملهم مبيعاتهم او بيعتمدوا على شريك محلي في هذه الدولة مش دائما بتزمط هاي الشغلة ما حدا رح يعرف يبيع المنتج زي ما انت بتعرف تبيع المنتج ولازم يكون في عندك الفرص اللي موجودة او اللي داخل من الترويج اللي انت بتعمله فأكيد بتعمل ترويج انت بتعمل بشكل عام بيدخل لك الناس اللي عندهم اهتمام في المنتج تابعك اللي يعرفوا اكتر وعندك انت كمان الفريق نفسه اللي هو رح يطلع يطرق انه يدق الباب على بعض الكلانتز اللي كبيرة يحكي معهم يعرفهم على الخدمة ويبلش معهم علاقة هدول بيكونوا بالعادة الكلانتز الاكبر لانه مش رح تروح على مستشفى ولا على حكومة ولا على مؤسس كبيرة تستناهم هم يجي يدقوا الباب عندك انت رح تروح تعرفهم على المنتج تبعك وتحكي معهم هلو المبيعات بشكل عام الحلو بالسوفتوير من 90% منه ممكن يصير عن بعد الشركات الكبيرة اكيد بيتطول شوي اكتر بس عن بعد انا بقدر اني اول ما استلم هاي الرغبة في اني اعرف اكتر بقدر اعمل pitch online من خلال الوسائط اللي اليوم موجودة قدامنا كلنا جوجل میت وزوم وغيرهم من الفيديو كونفرنسنج بلاتفورمز فلما عمل هاي المكالمة مفرجيهم المنتج الكامل قبل ما اخلص من هاي المكالمة اكيد لازم اعطيهم trial account او اشي ملموس ما بعد المكالمة هاي اللي يقدروا هم يجربوا المنتج يشوفوا اذا مناسب لهم ولا لا ولازم عطول احكي لهم بمعظم هذول الشركات زي شركاتنا السعر معلن online وبوبليك اي حد بقدر يعرف اذا هو مناسب لهم ولا لا فبتحقق انا من الناس اللي عندهم هذا الاهتمام وبأهلهم لانهم يروحوا للمرحلة اللي وراها اللي هي مرحلة انه تجربة وما بعدها بتسكير الاكاونت ودفع وانهم هم يكونوا معنا لكن هذا الاشي هو الاقوى احنا منحس نحتبوا بالسيلز اللي هو الـ outbound الـ outbound الـ outbound مية بالمية لكن من بعد هذا في عندك انت شركات واحد ببنيها مع شركات ممكن يكون اكبر منه مع ناس محليين مع ناس ممكن هم بس بيجيبوا لك ليدز او اسماء شركات ممكن يكونوا مهتمين وانت اذا سكرتها بتعطيهم نسبة عليها او هم يعيدوا البيع بشكل كامل فهذا الـ go to market ما بين خلينا نقول الشركات اللي موجودة وما بين الـ outbound و الـ inbound اللي عندك جوات منظومة هي اللي بتساعدك انك انت تدخل على الماركت الكبيرة من دون ما يكون عندك ناس على الارض وبتكلفة اعلى بمعظم الوقت بهذه السيناريو عدم وجود ناس على الارض دايما بيكون عم بتبيعوهم مش من سوقهم المحلي بكفاءاتكم من الارض الاشي الحلو انه منتج زي مقسم هل أد الـ value او القيمة المضافة عالية للشركات وبيحتاجوها لانه الاشي القديم كان هل أد مكلف اكتر انت عم تقل التكلفة بحوالي 20 مرة وبتزيد الانتاجية وبتزيد الانتاجية كمان من ناحية تانية وبتقل الوقت اللي هو انت توثق هال المنتج بشركتك بأضعاف المرضات فأي شركة رح تقول انه لا بالعكس اذا انا بدأ اروح على الاشي القديم التكلفة رح تكون كبيرة رح استنى اشهر وهذه مش رح تكون بتساعدني انا اقدر اوصل للبيع بشكل افضل فاحنا منعتبر حالنا بمقسم مش بس اداء أساسية من البنية تحتية تحت الشركات لكن هي احد الوسائل لنمو الشركة لنمو ارادات الشركة وخدمة الناس اللي هي اهم عاملين يمكن من بعد المنتج انت هم تبيعه لازم يكونوا موجودين عندها من اهل الشركات الصغيرة اللي ما كان عندها المصادر طبعا انها تقدر يكون متناولها سيستم كبير زي هيك انها تكون قريبة من الزبون تبعها وتقدر تخدم ماركتس اكبر بشكل اسرع جميل بعدين بعد هاي المرحلة بتوصلوا لمرحلة انت بتحس انه لازم الشركة يكون لها وجود زي ما انتو عملتوا في بعض الملدان بعد ما انتو تكون حسيت انه خلص انه فيه طلب وفيه ماركت كبير موجود والاستثمارات اللي انا عم بحطها اليوم اذا زدتها رح يكون فيه بردود اكبر كمان موجود هنا يعني اكيد ثقة العميل بتتغير لما يكون عندك مكتب محلي ومن تجربتكم بالسعودية اكيد خاصة بماركت زي السعودية يعني بشكل خاص الماركت الخليجي والسعودي ماركت بيهتم في العلاقات بشكل كبير وهذا شي جميل جدا يعني صراحة العلاقات اللي احنا قدرين بنيها بالسعودية مش بس علاقات عملية لكن كمان صدقات جميلة جدا مع هذول الاشخاص اللي فتحتنا بواب وسعادتنا وحبت انه تنمينا داخل السعودية والسعودية اليوم ماركت بشكل عام بالعالم العربي والساحة العالمية واحد ما بقدر يتلاشى أو يستغني عنه الفرصة جدا جميلة الشعب السعودي شعب جميل ثقافة جميلة جدا الاختلاف والانفتاح اللي الآن حاصل مش بس هو نهضة للسعودية بحد ذات اولى الرياض يعني كمركز أساسي للبيزنس اللي عم يصير هناك لكن نهضة للعالم العربي بشكل أوسع اظن الاستثمارات يعني معظمها تيجي الآن من الماركت السعودي شركات عربية وغير عربية كمان في بعض المرات من يجوا يفتحوا كمقر رئيسي داخل المملكة العربية السعودية ويكبروا من هناك شكرا وتواجدكم هناك ساعد في بناء البيزنس أكتر أكيد أنا شخصيا موجود وساكن بالرياض في الوقت الحالي زي ما قلت لك العلاقات مهمة ومنذو ما أن تكون موجود في المجالس في الفعاليات اللي بتصير هناك بتكون جزء من كمان تنمية القطاع مش بس الأتصالات لكن قطاع تكنولوجيا داخل السعودية هذا إشي مهم أنا بالنسبة لي شخصيا كمان أتعرف على بائل الناس الموجودة أتعرف على الاختلاف اللي عم بسير يعني إذا جانا في التاريخ يمكن بأميركا بالستينات والسبعينات النهضة اللي صارت هناك يعني مماثلة للآن اللي عم نشوفه للسعودية بطريقة مختلفة طبعا بس بين كل بلدان العالم اليوم ما في عندك قوة دخليني نقول اقتصادية أو حتى ثقافية فيها هل أد اختلاف وهل أد انفتاح زي المالك العربي السعودية لأنه فعلا معظم بلدان تانية انمت وانبنت وختمت أمورها وصارت بالماضي لمن واحد يطلع على المستقبل يطلع على الأماكن اللي هي لسه ساحة مفتوحة فيها مجال النمو وفيها اقتصاد بسمح للنمو وفيها تفتح يعني صراحة للفرص الكل بادري استفيد أنا ما حكيت لك بجوز مش مجاملة بس لما بعد ما التقينا أنا كنت كتير حابة أعرف أكتر عن خدماتكم أنا دايما بسألتقي بمؤسسين ما بحب أتعامل معهم بتحب أتعامل مع فريقهم لأنه بيعطي نعكاز كتير حلو على الشركة وعلى الأداء بتذكر كتير يعني أبهرت في سرعة استجابة فريق المبيعات في سهولة الوصول لمقسم ولأعضاء مقسم دايما بحكي أنا هاي كلها بترجع لثقافة الشركة وكتير وأنا ببحث عنك وعن مقسم سمعت حكي كتير حلو عن الثقافة الموجودة في مقسم إيش برأيك اللي بميزكم اليوم هذا طبعا الشكر برجالة كل حدا معنا في الشركة وشريكي ويعني هذا ما بيجي من فراغ يعني بيجي من عدد من الناس بيجتمعوا مع بعض تحيدين على أفكار معينة وتصير جزء من ثقافتنا احنا أنه نتصرف في طريقة معينة لما العالم ما عم بتفرج يعني أنت اليوم شو تعريف الثقافة وفعلا كيف أنت تتصرف لما ما أحد أشايفك الموضوع هذا احتمال من الأول داخليا جوش كيف فعلا وما بمزح لما أقول لك يعني فعلا إشيء احنا نفكر فيه قبل ما ناخد قرارات كل المبادئ الثقافية اللي عنا إياها في كيف احنا نشتغل جوات مقسم اليوم موجودة على علنا على موقعنا أي حدا بدر يراجعها يشوفها منها الشفافية منها الراحة النفسية منها أكثر من عامل اللي دخل فيه حتى كيف احنا منطلع على البيانات منعمل قرارات بناء على البيانات هاي والمعلومات اللي عنا إياها مش عشوائيين في طريقتنا أول ما بلشنا الشركة كنا ممكن حوالي عشر أشخاص أقل من خمسة عشر شخص قررنا أنه كنا نجتمع مع بعض ونحط وقوص أقلام على كيف بنعرف الثقافة تاعتنا وكيف احنا بنشوف المبادئ اللي لازم تكون موجودة في ثقافتنا ما اختلفت كتير صراحة من هداك الوقت يعني صار عليها عدة تعديلات في بعض المفاهيم عشان تضم مبادئ أوسع لكن اشي بنفتخر فيه مثال بذكره دايما أنه لما الناس تسأل أي حد بشته بمقسم قبل ما يحكوا عن أي شيء تاني مرات كتير نجتمع بأشخاص بدهم ينضموننا بكافية قبل ما نبلش وأول ما يبلشوا يوصفوا شو شغلهم وشو بيسووا من بعدها على طول بيحكوا أنه ثقافة الشركة هي سمحت لي واحدين ثلاثة أربع والدليل هو واحدين ثلاثة أربع كتير اشي انا فخور فيه واذا بدي اطلع على كل اشي احنا سوينا من ناحية منتجات وإيش اللي بنانا أنه احنا بنانا شركة فعلا فيها مفهوم معين وطريقة تنظيم لمبادئ هي رح تسمح لنا أنه نيجي على الشغل كل يوم وإحنا سعداء وقدرين أنه نمشي في المستقبل وننجح إن شاء الله بأي منتج بنفس المبادئ اللي عنيها يعني فعلا لو رحنا فتحنا دكانة أكس دكانة مقسم دكانة مقسم لو فتحنا عن جد دكانة بيكون في نفس المبادئ هاي موجودة في هذيك الدكانة وفي هذيك هي بتعكس بالآخر لتفكيركم بطريقتكم بالحياة مية بالمية لأبعد من هيك أنا شوي قرأت المبادئ وكانت ركلة سعيدة بس شفت أشياء أنا ما بشوفها عادة مشاركات عربية يعني مثلا عندكم عدد مفتوح من الإجازات هذا عن جد موجود هذا عن جد موجود نعم أحنا وما في حدا بيجي ببصن بيدخل ويطلع من المكاتب بتاعتنا عنا مكاتب اليوم بعدد دول هذي احنا من أمن على الناس انه يقدر يشتغلوا من أي مكان بدهم حول العالم من كافي من بيتهم من مكتب المكتب هو فعلا مكان أكثر زي نادي بالنسبة لنا نيجي عليه عشان نجتمع مع بعض ونشتغل مع بعض إذا كان بدنا لكن فيه ناس ترتاح ويكون إنتاجيتها أكبر كتير لما يكونوا هم برة أو في بيتهم كل واحد له طريقته في أخذ الإجازات بشكل اللي بريحه يمكن أنا إذا دومت يومين واخدت يوم أوف وراها تكون إنتاجيتي أكتر مما إذا اشتغل ثلاثة أيام وربعض فنفهم إنه كل إنسان مختلف بطريقته ونعرف أنه المهم كتير هو النتيجة بالآخر أنا ليش أحسبك إذا أنت موظف مبيعات خلينا نقول عم بتجيب X من المصاري عم بتجيب target معين موجود إذا أنت عملت ترت اجتماعات بنهار ولا عشر اجتماعات بنهار ولا 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 فعلا كل هدول الاختلافات إشياء بتحس العقل القديم اللي بيشوفه بالمسلسلات العربية اللي هو المدير قاعد والكل هذا هذا مش الثقافة اللي احنا منعتمد إنه لازم تكون موجودة ما إنه مكاتب احنا منقعد مع الفريق تبعنا الناتبى الحال كل المدرة عندنا في الشركة مش حتى مدرة يعني احنا زينا زي غيرنا بس فيه ناس بيعملوا قرارات فيه ناس بيعملوا شغل ومنحاول قدر الامكان إنه الكل يكون متفق وإذا ما اتفقنا إنه نعرف لمصلحة الشركة إنه ما نعطل النمو أو ما نعطل الحركة ما رات كتير احنا منعترض ومنقبل بإنه نمشي خطوة لقدام منعترض ومنعرف إنه احنا لازم نكمل إذا أنا وقفت وكنت عنق يعني خلقت عنق للزجاجة هون يعني هذا مش راح يفيد التطور تبع الشركة بشكل عام أول الناس موردين فيها هلأ إذا أنا بحكي لأي صاحب شركة أعطي عدد غير مفتوح من الإجازات أنا نفسي هلأ استغلها يعني إنه طب بتعيسوا أنتو التأثير على هذا الإشي يعني هل في ناس بتستغل هاي السياسات ما بدر أقول لك هل في دراسات على الأرقام اللي صارت بناء على هذا القرار هذا القرار جديد ولا من أول ما بدر أقول إلا أنه في نتائج إيجابية من هذا الإشي وفي ثقة موجودة إلا ليش أجيبك أنت تشتغل معنا بشركة ما أحد يشتغل عندي أنا فعليا أنا فوق راس ولازم نعمل الشغل الآخره أنا بشوف النتيجة اللي طالع بالآخر وكل واحد له طريقته لكن المهم أنه أنت تكون مرتاح في المكان اللي أنت عم تشتغل فيه إذا ما كنت مرتاح داخل العمل مش رح تكون مرتاح وخارج العمل مرتاح خارج لنعمل مش رح تكون مرتاح داخل يعني البني آدم معقد فخيريا نيسرها ونشوف شو النتيجة اللي تطلع وأحنا جدا سعوداء بالنتيجة أكيد فيه إشياء مرات الواحد لازم يعمل عليها تعديل أو لازم يزبطها أو يغيرها لكن نشوف أنه أحمد الله الثقة ما بيننا وبين الناس اللي مشتغل مع بعض في مقسم كلنا قدرين أن يكون في بناتنا ثقة عالية بأنه نقدر أن نكون متجين ونقدر أن نكون الأشخاص الصح في الأماكن الصح وإذا لا سمح الله ما كان هذا الحال بعد فترة أحنا أول الناس نحكي عن هذا الموضوع ونعدل ونعطي فرص للتعديل ما أظن فيه أي حدا ترك الشركة أو لا سمح الله يعني كان ما عم بنتج لسبب أنه والله كانت الإجازة هو عم بيستغلها أو هذا بند الإجازات كان عم بيستغر بشكل أو آخر نهتم كتير كمان ونفتخر بهذا الأشي بأنه نحن نوفر لكل الناس اليوم لدينا في الشركة طب نفسي بشكل سري كامل فإحنا متعقدين مع أطراف معينة متخصصين بهذا المجال خطوة كبيرة أي حدا يحاب يروح على هذا المركز بس بحكي أنه من الشركة ما بيخبرونا من الأشخاص اللي بيشوفوها بيبعثونا فاتورة للشركة بآخر الشهر هذا مهم جدا عام مهم أنا وسنان ورينا بمواقف جدا صائبة وبنعرف قديش الصحة النفسية مهمة لأي شخص في حياته وفي تطور هذا الشخص وفي جلسات يعني فعلا زي الطب النفسي بشكل عملي داخل العمل نسميها الone to ones أو الاجتماعات اللي يكون فيها لكن بنعرف أنه من ناحية نفسية فيه أشياء الواحد ممكن بده يحكيها لشخص يكون عارف كيف يعالجه أو يساعده بطريقة مختلفة عشان بس يشيل من العواقب اللي يمكن يكون مخه ما عم بيعالجها أو مخها ما عم بيعالجها بالشكل المرأم أنا كانت دائما مشكلتي مع أغلب موظفين المبيعات بتحس أنه هو يعني مهتم يخلص المسؤولية اللي عليه في تعاملي مع موظفين مقسم حسنت فيه ملكية أو أنه يعني هو الشركة بتخصه حتى أنا اللي كنت بحكي معاه كنت بدي أتأكد أنه هل أنت بجوز أخوله فؤاد أخوله سنان فبعد ما مشيت بالموضوع وبحثت أكتر شفت أنه موظفينكم فعلا عندهم ملكية بالشركة هذا مش تهيئات عندي هذا إشي واقع مثبت متى بديته بهذه التجربة وشو رأيك فيها وشو أثرها على الشركة هل في أكتر من نوع من الملكية زي أصدق أنت بالحصص يعني اللي موجودة في الشركة نوع اللي هو المعتاد أظن أني معظم الناس بيكون لهم تأثير كبير بالشركة بعد فترة شغل معينة أو أثبت جدرتهم واعتماد الشركة عليهم بيكون لهم نسبة من الحصص يعني تكرس لهم على مدة زمنية معينة بيحققوها أو بتكمل عندهم هاي النسب وتجدد تتوزع على كل شخص في الشركة من يوم ما أي شخص يكون معانا في الشركة في عدد من الحصص أحنا كرسناها لكل حدا بمعادلة معينة على وقت اللي أضع معانا هذا الشخص بالشركة إذا صار في عنا بوقت وجودة يعني إذا صار في عنا أي نجاح كبير أو مثلا نزلنا على السوق المحلي أي إيرادات كبيرة حصلت توزع إيرادات على حسب المعادلة اللي احنا عنا إياها لكل الأشخاص بالشركة مدامهم موظفين إذا تركوا للأسف ما بيكونوا هم جزء من هاي الرابطة اللي في عليها هاي ستوكس أو النسب يعني إنشتف كتير مهم أنا برأيي ونفتقده بالوطن العربي لأنه فعلا الواحد بيصير جزء من المنظمة بيصير منظمة مسؤوليته فيها بتكون مختلفة بتحس أنت بس أنا أرجع عن النقطة اللي كنت تتحكيها قبل بالنسبة لموظفين المبيعات اللي يمكن من الحصص ما عم بيفكروا فيها هم ببالهم بكل لحظة إنه والله أنا لأني هاي بملك حصة أنا عم بتصرف بهذه الطريقة بعتقد أنه إحنا محظوظين جدا بأنه الناس اللي معانا هم الناس مهتمين في إنه يكونوا بهذا المكان ويكونوا عم بيبيعوا بشغف هذا المنتج ويكونوا عم بيقدروا إنه يخدموا الناس بالمشاكل اللي هم عم بيواجهوها فعلا هذا برجع للثقافة اللي هم عم بيبنوها بالشركة وهم عارفين إنه كموظف ببيعات أكيد في نسبة هو بياخدها من كل دين موجود لكن الدافع الحقيقي هو دافع لحب النجاح وحب خدمة يمكن أحكي لك تعتبرها إنه هي كلام بس حب النجاح فعلا موجود بروح الأشخاص وهذا اللي أحنا من نقل الناس عليها وندرب الناس عليها وهم بيطلوا معنا إن شاء الله مدة طويلة عليها وإحنا منحب منفتخر أنه نكون مكان لو أنه مقسم مرحلة أو خلينا نقول لمحطة معينة بننمولها إذا تركوا يوم الأيام يكونوا كسبوا إشياء بروح فيها على أي شركة عالمية هم بيحبوا ينتمولها لأنه هذا بيصفي هو فعلا إحنا عم تزيد احتمال النجاح بالبيئة العامة العملية محليا أو إذا رحوا شركات عالمية كمان يكون إحنا كسبنا خبرات ممكن ترجع لنا يوم الأيام بمحارات جديدة وأكبر ومنعتبر أنه هذا بيكون مصدر فخر لأنه إحنا قدرنا نبني شركة الناس تستفيد منها وتحسن الجيل القادم منه حب النجاح عجبني حب النجاح كلكم تشتركوا في حب النجاح ما أظن أحد يبلش شركة أو مشروع على غير أنه يكون إيجابي ما أحد يكون بباله السلبية في المداية فأكيد حب النجاح موجود وما بحكي لك أنه هذا في أيام صعبة في أيام صعبة تمر على كل شركة وكل شخص وفي تذذب مرات بيصير لكن فعلا الأشياء اللي بتهدينا هو الأشياء اللي احنا حطينها في الطريقة اللي احنا بنشتغل فيها الأشياء اللي متعلمها من بعض بأنه كيف نتعامل مع مخنا صراحة معظم المشاكل بتبلش بأنه أنا في عندي تسارق أفكار كبيرة داخلية مش قادر أضبطها لكن إذا قدرنا نتعلم المهارات من بعض على كيف احنا نتعامل معاها ونستفيد من الحكمة اللي ممكن كان حدا قبل يتعلمها مهما كان عمره خبرته لهذا الشخص كل واحد بقدر يفيد شخص يجنبه وما منعتبر حالنا عائلة داخل مقسم هذا يمكن أنت تستغر منه تقول أنه أكيد أنتو كنتم بتحبوا بعض كنتم ماشين ولا بعض وثقفتكم بدل أنه طبيعي أنه كنت عائلة بس يعني مدير مؤسس نتلكس بفيديو مرة حكا أنه لأ احنا مش عائلة لأنه العائلة بتتحمل بعض والعائلة لازم أنها إذا كان شخص منيح أو مش منيح أنه تحبه بس لأ احنا هون بالشغل كلنا رايحين على مكان مع بعض كلنا في القارب مع بعض إذا في شخص ما عم بيمشي برس الطريقة أو ما عم بيساه برس الطريقة للأسف ما بقدر يكون معنا فحب النجاح هو حب للمكان نروح عليه لكن استمتاع هو فعلا الرحلة اللي ناخدها مع بعض اللي إن شاء الله نوصل للمكان اللي بدنا إياه وإن شاء الله نكون سعداء بالآخر هذا اللي شمال غطينا المبيعات وغطينا أساس الشركة اللي هو كتير مهمة برأيي للتوسع ما حكينا عن التسويق مع أنه هو أنا شغل في الأكبر التسويق سبتك منه أكيد بتعمل التسويق نعم التسويق التسويق بيكون مختلف بين ماركت وماركت طبعا احنا كلنا عرب كلنا بنحكي عربي نحن كما بنحكي بنفس الطريقة وثقافتنا بتختلف من بلد لبلد وطريقة الشراء تبعا ممكن يختلف من بلد لبلد فأحنا بنحاول نركز أنه نعمل التسويق بشكل كوان مخصص لكل ثقافة بطريقة مختلفة والناس اللي عم تشتري من بلدان معينة يعني ومنتجنا أحنا كمان مختلفة فالرسالة اللي ببعدتها للشخص اللي موجود في الأردن مختلفة عن اللي بالسعودية أو الإمارات أو في مصر الشخص اللي عم بستهدفه لنشتري المنتج اللي موجود في مصر يمكن يكون هو عنده مركز اتصالات للأوتسورسين الرسالة كليا مختلفة لأنه هي بلد فيها كتير من هالكول سنتر سي فيها مئات الأشخاص رسالة مختلفة كتير من الشخص اللي عنده ستارتاوب موجودة في السعودية هل لمبلشها وبدو يعمل مركز اتصالات داخلي أو يستخدم المبيعات هاي الرسائل إن كانت بالدعيات إن كانت في الفيديو وكتير عن فخور في الفيديوهات اللي احنا منطلعها كمان مرات يعني بتفرجي الشركة من جوا وبتبني هاي العلاقة اللي هي احنا صداقة مع الكستمر مش من لما نلتقي معاه فعلا من لما يشوف شو الرسالة اللي احنا منبعتها هناك ممكن مع اللقاءات اللي عندنا إياها في المعارض كل هذا بشركة بي تو بي يعني لأنه زبينا شركات بتختلف عن البي تو سي بتختلف عن استراتيجيات مختلفة بشكل عام منحب إنه نقول إنه مقسم هي أسهل وأفضل وسيلة لأنك انت تريد توصل لأنك تمحي لحدود ما بينك وبين زباينك لكن الأسهل والأفضل هي معنات إنه احنا بالطريقة اللي بنعرض حالنا فيها كمان سهلة كمان بسيطة كمان السيستم مش معقد وفعلا بتسهل عليك يعني ما ما يكون فيه خوف يعني عرفتي فيه إنه فيه إذا تروح على المنتجات القديمة من الشركات الكبيرة فيه خوف من القرار لأنه رح أكلف مليون ليرة الموضوع فيه خوف من إني أفهم المنتج اللي بيجي مع مجلد وكورسات لازم أخذها كبيرة فالواحد يحط حاله بمكان أنه هذا المنتج هو منتج صديق لشركتي مهما كان حجمها ومنتج صديق لمبيعاتي وكفاءة الاقتصادية اللي أنا ممكن أولدها داخل شركتي ومستوى الخدمة كمان بشكل آخر هل أغلب الشركات اللي بتبيع الأفراد أنتم بتبيعوا شركات الشركات الأفراد تستخدم طرق تسويقية معروفة إعلانات ممولة إنستغرام فيسبوك جوجل إلى آخره بالبيتو بي هل أنتم بتستخدموا أشياء تانية هل بتعملوا إعلانات ممولة على لينكتن هل فيه أسريب أخرى ما لأينا أنه النجاح كان كبير على لينكتن مع أنه مجرمنا مجرم كل شيء ما لأينا لينكتن هو الوسيلة اللي كانت بفضلة بالنسبة لإلنا لكن اليوم إذا واحد بدي يعرف عن مقسم مش بضروري يعرف عن إعلان بيعرف عن صديق عنده مقسم أو جرم مقسم أو الأخره أو سمع عنا وحكع عنا بشكل ثقة الناس بتعتمد أكتر على رأي الأصدقاء مما هو رأي بيكون مكتوب أونلاين أو موجود بصحيفة أو شيء من هذا النوع يعني كخبر أو شيء من هذا الشيء وعننا شبكة كبيرة من الناس اللي هي موجودة وهدول الأشخاص يعني الحمد لله يا إنهم هم كانوا عملاء عنا لا يزالوا عملاء عنا أو يعني يجربوا المنتج تبعنا أو بس يعرفونا وبيحبونا وبيعرفوا هذا المنتج هم اللي عم بي بيعلنوا عنا بشكل غير مباشر لعدد من الناس المكلبون مهتمين وهي بتدخل علينا يعني الناس من الباب وإحنا من شاطرتنا نقدر نفرجيهم إنه والله هو أفضل حل لهم من ناحية تانية هل أكيد التوسع عن طريق عملاء سابقين والرفيرلز والواردوف ماث رائع بس أنا من غير ما نحكي عن أي أسرار بس يعني خلنا نقول نصيحتك للي عم بتوسع بي تو بي من ناحية تسويقية هل في أدوات معينة استراتيجيات معينة تبعتوها شوفت فيها ريزولتس عالية بشكل عام في طبعا كله الإشياء الطبيعية لازم واحد أن يجربها وحسب المنتج بختلف من من شكل أو آخر بس لكن في أدوات مثلا ريفيل واحدة من الأدوات اللي هي بتربط بين شركتين CRMs أو Systems إدارة العملاء مع بعض لتشوف مين عندك مشترك ومين عندك مختلف فإذا أنا رحت على شركة تانية كمان ما بتبيع نفس الشركات اللي أنا عم ببيعها حتى لو كانت في مجال تاني خليني نقول إنه في مجال HR سيد العزيز أنا باجي بقدر أربط الDatabases مع بعض من دون ما نكشف مين الCustomers مع بعض لنعرف إذا فيه عندنا تشموعة تشابه أو اختلاف إذا كان عندنا اختلاف عالي أنا عندي meet client إذا ما بتعرفه إنت عندك meet client أنا ما بتعرفه شو رايك إنه نعمل deal إني أنا أعرض عليك مثلا خصم بأول شهر لكل الناس اللي عندك اللي قدروا ياخدوا المنتج 7 وقسم والعكس فأنا عم مروج بالشراكة ما بين المنتجات تاعتنا وهذا طريقة سهلة لأنك انت تريد توصل للشركات ممكن كان من قبل ما عندهم أي حافز أو مش مفكرين في المنتج تبعك وما بيعرفوك صار عندهم حافز صار عندهم طريقة أن يوصلوا لك وصار عندهم ثقة من المنتج اللي هم عم يستعملوه اليوم بأنهم يقدروا يعرفوك عليهم كثير هلو أنت كثير بتركز على الشركات وعلى بناء العلاقات في التوسع هاتي شي يعني توقع احنا منقصر فيه كله منرجع للطرق التقليدية بنعمل sponsored ads إلى آخر ما روح ما ذلك يستغنى منهم يستغنى عليهم أكيد لكن الآن عم نركز على الشراكات بشكل أكبر وحسب الشراكات تاخد وقت وانت حسب يعني الشراكة لدك تعملها إذا ما عندك زبائن بالبداية يمكن الشراكة تاعت الطرف الثاني ما يكون مهتم يعني أنه أصلا يجب عليك فما في شراكة ففعلا أنك تبيع من فريق داخلي عندك inbound وoutbound بالمكالمات وبالتواصل معهم التقليدية هي اللي أقوى برأي من كمشتاني لكن إذا بدك أنت تكبر بدك أنت تتطرق لشراكات المختلفة بأشكارها رحلة جميلة فؤاد كثير كثير استمتعت تتوقع كثير كثير ناس استفادت يجينا للنهاية ننهي بنصيحة منك رواد الأعمال مسيرتهم في التوسع إيش بتنصحهم شكرا على الاستطافة يعني شرفني أن أكون معاك بها الرحلة طويلة حكينا كثير عن الأشياء وأتمنى أن يكون مفيد للناس بس النصيحة اللي أقدر أحكيها أن الواحد لازم يتفرج على نفسه ويشوف الإشي المليان اللي بيقدر أركز عليه في مسيرته يعني اللي عم أحكي عنه هو أكثر أنه وين المهارة بقدر أوثقها بالطريقة اللي يتكون إيجابية إذا الواحد ركز على نقاط الضعف بأنه أنا آه ما بقدر أعمل هذا ما بقدر أعمل هذا يعني ما عندي المهارة أني أعمل هاي الشغلة عم تفتقد الفرصة بأنك أنت تقوي حالك وتحط حالك في المعادلة بالمكان اللي عن جد رح يكون لها مردود إذا الواحد دائما شاف النواقص اللي عنده فعلا بفتقد الفرصة لأنه هو يقدر يخلي النواقص اللي عنده أحد تاني يديرها مكري هو يكون قوي فيها ويقدر هو أنه يمشي فيها يعني وينمو أكثر حتى شكرا لك فؤاد فرصة جدا جميلة أهلا سهلا فيك إن شاء الله المرة الجاي نشوفكم بالعالمية إن شاء الله أحو إياك